الحكومة السعودية خرساء ما تستحي من شعبها البعض استبشر خيري بأن محمد بن سلمان يقول شفافية ومن شفافية احنا اليوم في مجتمع صعب انك ما تكون شفاف وصعب انك تخفي سر على المجتمع في العصر الحديث لكن تبين ان الشفافية ما هي من المواطنين الشفافية للغربيين والمقابلات اللي يسونها السعود اكثرها مع صحف ومجلات غربية بلومبورغ مثلا صرنا نتابع اخبار السعود في الاعلام الغربي انا ما عني اخبارهم الثانية وفضايحهم انا اقصد الاخبار اللي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن محمد بن سلمان قام يعطي فلوس للصحفيين الغربيين لأي واحد يكتب عنه مقال او شيء يمدحه فيه يعطيه مئة الف دولار حسب ما يقول كينيث روث المدير التنفيذي منظمة الهومن رايتس واتش ولو ان للشعب قيمة ما قال وزير الاعلام الطريفي ان اول خطاب اكتبه للملك سلمان طلب منه محمد بن سلمان ان يغيره ويخليه موجه للغرب ما هو للشعب وقاموا والمهم حابة لي كنت تقوم بتحية الفدو نفس الدقاء لذا كان ذهبت من قيامكم لأيام التنفيذي من خطابة محمد بن سليمان وقاموا بالاقصد على انها وقاموا بي هذا ليس لأجل من يخطيك you've done a wrong speech said why there are two mistakes first you spoke about the past and he wants you to speak about the future that's because I'm a student of history this is what we do second that because you wrote the piece about to the Saudi people addressing the Saudi people and the king belongs to the world his words his message is important to the world to listen and to hear and at the moment the king doesn't say no word no word no word no word even in the meetings he doesn't have to talk no word he doesn't look no word how y'all and he doesn't he doesn't because he doesn't وما احد طلع منكم يشرحها او يجاوب على اسئلة الناس لهالدرجة انتم احتقرين الناس او السنتكم ربطة وما عندكم جواب على اسئلة الناس انت يا محمد بن سلمان جاوبنا ليه اقتطعت اكثر من 30% من رواتب المواطنين عشان تشتري اخت مثلا وين فلوس الضرائب تروح يا طويل العمر وكيف تبي توظف العاطلين عن العمل وين رؤية تكلي بتبتلع مشاكل البلد وش وضع الاستثمارات اللي في امريكا نسلم عليها ولا تقدر ترجعها يا طويل العمر وكم تكلفة حرب اليمن في اليوم الواحد ووش هو وضع الجنود على الحد الجنوبي انا شخصيا اتصل فيني واحد من الجنود في الجبهة هذا غير اللي يتوصلوا معي بالطرق الثانية وكلهم يشتكون ويقولون ان عليهم ديون وحساباتهم في البنوك موقفة وبعضهم يخاف يرجع لأهله في الإجازة ويعتقلونه لان عليهم ديون ما سددها ووزير الدفاع مش تريقت بمليارين ريال طيب المواطن كيف يعرف وش اللي صاير ترى اذا انتوا ما تكلمتوا ما يعني ان المواطن راح يصير اطرش في الزفة هذاك زمن اول يوم ما فيه الا غصب واحد وغصب اثنين ويوم كان ما فيه انترنت وما فيه الا العلف اللي تقدمها الصحافة المحلية لا 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 الزمن تغير اذا ما تكلمتوا وقلتوا للناس وش اللي صاير وشرحت لهم الوضع السياسي والاقتصادي والامني وتجاوبتوا مع مشاكلهم واسئلتهم ترى كلهم يسمعون من برة ويقرون صحف برة وصدقون اللي ينقال عنكم برة ويتابعون فضايحكم اللي تنشر برة بعد يعني اعلامكم يصير ما عادل اقيمة في التعتيم والتضليل وسكوتكم يا اهل سعود ما يعني ان الناس ما تعرف توصل الى المعلومة اذا تصورتوا ان الناس جهلة فثقوا انكم انتم الجهلة والى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا لهذا اليوم وانا غانم اترككم في رعاية الله وانا حلقة اخرى حتى ذلك الحين استودعكم الله اشتركوا في القناة